غرامة مالية ستفرضها عليكم فرنسا ابتداء من الدخول المدرسي القادم يعني ابتداء من سبتمبر 2024 وهذا الغرامة تتراوح ما بين 5 إلى 30 أورو ستفرضها عليكم فرنسا على الأباء يعني على أمهات أو أباء اللي يدوا ولادهم إلى المدرسة سننفصلوا هذا الموضوع يعني الناس اللي رايحين يتلقوا هذه العقوبة والعقوبة المالية ولا ضريبة مالية هم اللي بارون اللي خدامين يعني اللي يشتغلو ويدديوا ولادهم مثلا لاغاردوري ولا لسنتر دوالوازير لما تان ويدديوهم متأخرين يديرو شوية غوتار ولا العشية كيروحوا ريكيبيري ولادهم ويروحوا غوتار علش هذه الغرامة اللي دارتها فرنسا وبدأت مدينة تولوز هي اللي بدأت بتطبيق هذا القرار ابتداء من السبتمبر الجاي يعني هذا القرار البلدية هي اللي راح تفرضى عليكم هذا الغرامة ورايحين يجمعوها يعني على كل التراب الفرنسي حذاري اللي عندهم أولادهم يخليهم في لاغاردوري ولي خليهم في لسنتر دوالوازير لازم تروحوا ليهم في الوقت بسكو لازم بالوائي اللي يخدموا ثمي يقردوا لكم أولادهم عندهم ساعات معينة من العمل يعني توما كيتروحوا روطار هما يسمى ورايحين يزيدوا السوايع وهذا السوايع مع شكو راح يخلصهم فيهم فلا قادت مشاكل كبيرة لذلك البلدية التعمدين التولوس قررت باللي دير غرامة اللي باغن هذو باش يفيتيو يعني المشاكل هذي تعلقوا روطار حاولوا تخرجوا من الخدمتاكم بكري يعني على بلنا باللي سيبا فاسيل مع لانكم غومو ومع المشاكل تار الطريق وهكذا على باللي ما تلاحقوش ما ما عليش حاولوا ما تديروش الغطار باش تفيتيو هذي الغرامة هذي فرنسا يخي على بلكم بتاع غرائم وتاع ضرائب والضحاية يشكون هما هما اللي باغن باريزو من الأسوا أم تعيش وحدها مطلقة أو أرملة أو أب ثاني كيف كيف أرملة أو مطلقة ويقردوا لأولادو يديهم باريزو 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 ما بيه يروح للخدمة ما بيه يدي أولادو لا قردو غي ولا هما يعني هما الضحايا حاولوا كيفاش تحلوا المشكلة بتاعكم ولا حاولوا معن بليشنا تلقوا نونو في الدار ولا أي حاجة المهم إي بيتيو هذي المشاكل واتخاذ هذا القرار من بلدية تولوس يعني ناطق عن عدم احترام مواعيد نقولوا سحب الأولاد من المدرسة أو إصطحابهم منها هذا هو الخبر التاع اليوم نقولكم بقاء وعلى خير ما تنسوش تبرتجوه مع لونتوغاش تاعكم وبي باي في فيديو أخرى إن شاء الله مع السلامة